ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم مرحبا بكم نحاول انهضرو على واحد القادية وقعت في امريكا مؤخرا وهو يوم لاثنين اللي فات وقعت واحد جريمة قتل الجريمة القتل كان المجرم الاول كان بوليسي بوليسي ارتكب جريمة قتل في حق واحد الانسان امريكي اسود لسؤال الحب لذاك البوليسي ارتكب جريمة كانت واحد السي لدي زمت مما وشافت ذاك الفيلم اللي واقع مع ذاك السي جبلت التليفون دراكة تصور من اللي تصور ذاك الفيديو داك الوقيتها مات ذاك السي نترى ان البوليس يجاو بغي يوقف واحد خينا حي خرجهم التنوبيل ما يعني ما رفض انهم يشدوه موالو يعني يجنزل جاو واحد البوليس يشدو طيحو الارض وحط له ركبته على عنقه الفيديو كي يبين الناس يقول لهم بليز الله يرحم لكم المواليدين انا بقدرش نتنفس بقدرش نتنفس وذاك البوليسي ما زال مورك عليه فهذاك الوقيتها جاو رجال الناس دي اللي امبيلونس من جاو الناس دي كل واقف انت ما كيتفرجوا وهنايا هنا في واحد هدف هدف اللي كتشوفت صورة ديالو هذا رجل من دوك الناس اللي جاو دي اللي امبيلونس البراميديك هو اللي مشاشهد قالوا فعلا هدك البوليسي يرتكب جريمة ولكن اللي اللي خلى فعلا الجريمة انها فعلا اثبتت على هدك البوليسي وهو الفيديو لصورات ديك المراق يعني فيديو كي يبين داك شيء منذ اللحظة الاولى الى ان تمت الى ان تمت الى ان تمت عملية القتل يعني هدك البوليسي قام بعملية قتل يعني الفيديو خرج في السوشال ميديا اشهر دربون فامريكان نهار ثلاث الشعب في مدينة مينيابلس اللي هي العاصمة دي الولايات مينوسوتا خرجوا الناس يتظاهرون في الشوارع منذ يوم الثلاثاء الى اليوم الى حد هاد الساعة مازال الناس خارجين كيتظاهروا في مينيابلس حتى ان المظاهرات دابا انتقلت الى كاليفورنيا كيفما كتعرفوا ان الناس اللي يوم فلوس انجليس حبسوك لزوتوروت خرجات عاود في الاباما وبدأت كانت 18 يعني بدأت هاد القادية دي الى الاحتجاجات على العنف اللي كيقوم بها البوليس في امريكا يعني تجاوزت مينيابلس وخرجت الى عدة مناطق اخرى هناك بعض الناس اللي غدي قولك هوديري علااش هاد الناس خرجوا علااشو 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 ماليخرجوا الناس ماليخرجة الاحتجاجات ماليخرج منبعد الفيديو خرج نائب العام دي الولايات ميني embraceوطا وجه تهمة القتل بالعمد على هذا البوليسي الذي قام بقتل ذلك الشخص لذلك لذلك الناس يحتاجون رغم أن مثلا النائب العام تم إلقاء القبض على هذا البوليسي وتم اتهامه بتهمة القتل العام لذلك لذلك الناس مازال خارجين نورمال مو البوليسي المريكان من اللي توقع شي حاجة ما يكونش بوليسي واحد يجي بوليسي يجيو معه واحد ربعة ولا خمسة كتف خمسة طنوبيل سوطنوات كيجيو من اللي كتكون شي حاجة ولا غيش دوشي واحد او شي عيبا كده دب الناس كي طالبوا بمحاكمات هذوك البوليسي اللي كانوا معاه حتى هما خصوا يتهمون بتهمة القتل العام رغم أنه مجرّوا عليهم من الخدمة هذوك البوليس اللي كانوا تهموا حاضرين جرّت عليهم الولاية من الخدمة ولكن الناس دب خارجين كي يحتجوا وكي طالبوا بهذوك اللي كانوا معاه حتى هما خصوا يحاكمون بنفس التهمة وهي تهمة القتل العمد علاش؟ لانتي يقول لك الناس سميتوا دونك مالي هذوك البوليسي يعني ارتكب خطأ خصوا هذوك البوليسي كانوا مخصوم يدخله حتى هذوك البوليسي كانوا معاه يسمعوا السيد كي يقول لانه مقادرش التنفس قالوا نابقيتش قادر متنفس كانوا معه من وشي بوليسي ما يدوك اللي ماه يأتي البوليس اللي حط ليه رقبته على عنقه كان يدخل ويقول لي لا حد رقبته لا يدخل والتوحد ما ما تدخل رغم أنه كانوا الناس واقفين تما كيتفرجو تهتي غوجوا على بس يقولوا مالسيدرة ما كيتنفشوا هذي ولكن هذا الخير اللي كان حط عليه رقبته ما تسوّبش حتى وحد نوقيته سيصا في مشاء مات هذي الناس ديال الامبولانس من اللي جاو قالوا فعلا السيد قتله البوليس يعني البوليس اللي قتله ماشي ده برغم أنه خرج واحد اسمت شذك فيقول يعني التشريح وذلك الشي قالوا او دي هذك البوليس ما ماتش عن طريق يعني هذك السيد ما ماتش عن عن طريق ان البوليس كان حط له رقبته على عنكم بغوين فيه هذ القادية ولكن الشعب الامريكي قالوا لا يعني احنا رافضين هذي القادية رافضين الاطوبسي ديالكم رافضين داكش اللي قلنا حنا اللي كان عرفنا هدابه وهو ان داك السيد كان حي يرزق كان سيق السيارة دياله وما موزرين موالو غير لانه انتن اسود كان بعض البوليس فى امريكا العنصريين كذلك كانت بوليس يتجاوزت بوليس كي يتجاوزت تجاوزت الاحتجاج الطبيعي حتى ان السكان المدينة من السلطان حرقوا الكوميساريات التي كانت في منيابلس يعني اي كوميسارية بوليس تم حرقها في المكان السيارة بوليس تم تدميرها في المكان شي حاجة تتعلق بالبوليس تم تدميرها حتى ان بعض فيديو كبير ان البوليس فصل كوميسارية يعيطوا المساعدة يعني يقولوا اعتقونا رحنا فصل كوميسارية وراش على فعل عافية يعني الكوميسارية اللي في منيابلس كلهم تحرقوا هناك بعض الناس اللي يقولوا هذا شيء عادي لان هذه الناس تجاوزوا الحدود لهم حتى بعض الفنانة مغنيين ممتلين تهم خرجوا يترامنون مع الشعب الامريكي ولا مع المتظاهر ولا مع المحتجين هنا غير بغيت منشير واحد من النقطة ما كناش في المغرب وهو من اللي كتبقى مثلا شي احتجاجات لشي حاجة ما كان نلقوش الفنانة ولا مغني كينضمت الاحتجاجات ولا مثلا ينخرجوا بتصريحات يقول انه القديم عندناش في المغرب عندنا دائما الفنان ولا ممتل ولا اي كيف ما بغي يكون النوع المهم ما ديره هو التطبال خصودي ما يطبن ولا يغني ولا يقول علي شنم هذه يعني ما كيكونش عندهم شي يعني الفنانة ما عندهمش يعني ما يقرأ بي للشعب رغم أنه فعلا الفنانة هشكل كي يصنع الفنان كي يصنعو الشعب يعني بمشاهدات دير الشعب بالحب دير الشعب كي يطعو الفنان ولكن احنا في المغرب رغم أن الفنانة كيتلعو الشعب ولكن لا يبقى قريبا من الشعب أو من حكام النظام الذي يعطيه الأوسيمة والذي يرشو عليه يعني هذا القادم يريد أن يكون في المغرب لماذا مثلا الفنان الذي هو نورمال مو الشعب هو الذي يطلعه ولكن لا يبقى أن يفكر في الشعب والذي يمشي مع النظام رغم أن نرى فيديو كار دي بي يعني أسماء كثيرة الفنانة وممثلين ومغنيين خرجوه كي يتضامنوا مع المتظاهرين هذه هي كتابة الاستقلالية التفكير كتابة على الديمقراطية، كتابة على الحرية، كتابة على بزالة الحويش المهم أن الناس من السلطة والأمريكان لا يطالبوه غير بمحاكمة ذلك الشخص الذي قام بالجريم ولكن يطالبوه بمحاكمة بتهمة القتل العمد حتى ذلك البوليس الذين كانوا حاضرين ذلك الوقات تماما رغم أن الولايات من السلطة قامت بطردهم ولكن الشعب لا يطالب غير بطردهم يطالب المسؤولين في ولاية من السلطة بالحكم عليهم وباتهامهم بتهمة القتل كما تعرفون أن في أمريكان النائب العام ينتخب المير ينتخب الرئيس البوليس ينتخب الشريف ينتخب كل شيء ينتخب رغم أن الرئيس ينتخب عليه لا يوجد سلطة الرئيس والسلطات المركزية مثل السلطة المدينة والولاية والحي يعني الناس ينتخبوا اي واحد يكون مسؤول في العبخ ينتخبوا عليه هذه القضية يعني وخامة يكون الرئيس كيف يريد أن يكون ولكن إذا كان مثلا ذلك السيد الذي ينتخب عليه في ذلك البلاسة حتى وقت تكون عنده السلطة يتعطيها له تدصول امريكي يبقى يتعطي السلطة مثلا الرئيس طرامب يجب قانون يتعطي بعض الوقت يقول لا نحن لا ندرك هذا القانون نحن هنا قانون نبو نحن هنا وقال على الولايات ومثلا ايضا المدينة تكون السلطة يطبقها هذه هي استقلالية السلطة هذه هي الديمقراطية هذه الحرية يتعطي الإنسان يعني ينتخب الناس اللي يرتاح لهم هذا النائب العام اللي يحكم على هذا اتهمه بذلك البوليسي والتهمة الأرى كان في الحبس ومتهم بتهمة القتل العمل هذا الشعب الأمريكي يطالب حتى البوليس اللي كانوا محتى هما لازم يتهمه ب القتل العمل لماذا؟ لأن هنا بعض الناس يقول لك من اللي مثلا كي يكونوا البوليس كتكون واحد جماعة البوليس إلا شافوا مثلا شي بوليس يقوم بواحد العنف مفرد خاصدوك البوليس اللي معاه يتدخلوا ويقولوا لي لا أنا مخصيق لا تدعون هذا الشعب لأن هذه القادية أفادت الكأس لأن وقعوا 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 بحالة القادية وقعوا من قبل ولكن مع الظروف الحجر والظروف الكورونا والشعب الذي يعيش في الانسان خلال الشعب الأمريكي يجب فرصة في الانفاجر ويقول بحالة نوع من الانفجار ولكن هناك بعض القانوات التي هدرت لدينا هذه الاحتجاجات إلى ما حبسات في هذا الويكيند في هذا الويكيند سيخرجوا عدة ولايات وعدة مدفع أمريكا سيطالبوا بنفس الطلب وهو محاكمة حتى البوليس الذين كانوا حاضرين يخصهم يحكم عليهم وتكون التهمة هي القتل العمد كانوا مشاركين في الجريمة ما أريد أن نقول هو أن في البغريب نرى الاعتداءات التي تقوم بها رجال البوليس الاعتداءات التي تقوم بها رجال السلطة تقوم بها في احتجاجات الريف والمار والزرادة تقتل في عباد الله وقتلاتهم والقتل العمد ولكن الخاطر في الأمر أن المغاربة لا يحركون ساكنا يعني المغاربة يتعايشون مع الظلم يعني المغاربة يتعايشون مع الدكتاتورية يتعايشون يتعايش عادية لا يحرك zu فقط فالغطان ليس يتعدب أو مطلع يتقتل لا يحركون مشاعرهم يعني النظام المغربي يتعايش مع الظلم يتعايش مع القتل يتعايش مع الاعتقالات يتعايش مع إنعدام العدل والديمقراطية أي إنسان المغربي يتعايش يعني لا يحرك لا يوجد شيء عادي الإنسان المغربي يرى أن يرى إنسان مغربي يقومون قدامه و يقتله البوليس و يضربوا بوليسي و يتفرروا فيه هنا نظام المغربي يخلق من المغاربة و يخلق منهم أفراد بذون يقولون أنت من المغربي و أنت من المغربي و يرى مواطن آخر مغربي و يعتبر أخذ و يجمعكم الوطنية و يجمعكم الأرض و يجمعكم الكثير من المسائل و يرى إنسان مغربي يقولون أن يضربوا بوليسي و يضربوا قيد و أنت قد تفرر فيه لا تدخل لا تدخل حتى نترك مسارح القيد و مسارح البوليسي في الجريمة يعني هذه كتبية أنا في المغرب و هذا ما يترى في المغرب هذا ما أريد أن أقول لكم هذه الاحتجاجات بعد القنوات و إذا لم أحبسوا الوكيند و لا تدخل حقا ما زر سوف يخرجوا موضون أخرين و يخرجوا إلى ملايات أخرى لأننا نرى أخبار مدينة لوس أنجليس و أوكلم خرجوا الناس حبسوا الوطورات حبسوا الشوارع يعني القاضيات تكون كثيرا هناك بعض الناس يقولون بأن هذه الاعتداءات يكترات كثيرا من اللي جرى رئيس ترامب للحكم حتى أن تويتر بدأ الآن يصفي تويترات ترامب والحجة من تويتر أنهم بدأوا يحبسوا ترامب وأنهم ينشرون العلف وينشرون الكراهية وينشرون العنصرية يعني هذا شيء عادي هذا بالصحة تويترات تكتب ترامب غالبا هم السبب في هذه المصائب اللي كالطراف أمريكا حاليا في هذه الظروف هذه الاعتداءات والعنصرية والكراهية يعني السبب دياله هو الرئيس ترامب يعني ينشرون القراهية أنا ما أقول لي قد الاقتصاد أو قد أو قد أو قد كمسا يعني هذا الشيء غير كذوب هذا الشيء غير خورخاوي أمريكا لا تخصص الرئيس لا يجب أن يكون في إمريكا رئيس لا يكون مهمة رئيس ستكون غادية حسنا نحاول نشير هذه النقطة لإخوه الأخوات وكنت منعجكم وإلى بيو آخر والسلام عليكم